الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العلي العظيم هناك اصطلاح يكثر تداوله في العندية العلمية وكثير الجدل في الأوساط العلمية العنوان الانحياز المعرفي المعرفة تحدث ضلالة المعرفة الصحيحة العقلانية تخلق لاعقلانية بسبب بعض التشوهات بعض الانحرافات التي تحدث في مضامين المعرفة كيف المعرفة تضلل كيف تتسبب الانحراف عندما لا تكون متكاملة عندما يحدث يتعرض تتعرض لبعض التشوهات أقسام الانحيازات المعرفية كثيرة والبحث فيها كلش مفصل هذه الانحيازات المعرفية الكثير منها يكون بسبب العوامل التي تسبب التشوهات مثل شنو من أهم هذه العوامل النجاح والفشل النجاح يخلي المقومات يجعلها عندما الانسان يضع مقدمات ويصل إلى النتيجة هذا النجاح يضفي على هذه المقدمات مفهوم الحقيقة مع أنها ليست هي الحقيقة النجاح ليس بالضرورة معلول لهذه المقدمات وعندما الانسان يخفق اخفاقات الانسان في أي عمل لا محالة تعطي طابع باطلي على المقدمات ولكن ممكن أن لا تكون دائماً هكذا يعني كثيراً ما الانسان المقدمات تكون صحيحة بتكون في محلها لكن بسبب بعض العوامل القسرية لم تنتج هذه المقدمات فلا محالة فلا محالة أن هذه المقدمات التي ما أدت إلى الغرام تعتبر في الأقلانية بالمنطق أنها فاشلة هذا أكثر شيء يشوه الحقيقة في الحياة النجاح والفشل أهم عاملين يشوهان الحقيقة إذا واحد يبحث يشوف في أغلب الأحيان أن لم نقل في جميع الموارد النجاحات نتيجة عوامل اتفاقية محظة ولكن النجاح يعتبر نجاح وهو في الواقع هذا النجاح في أغلب الأحيان فشل مقدمات غير مترابطة غير متكاملة بسبب بعض العوامل الصدفية أنتجت لهذه المقدمات تعتبر لدى العقلاء أنها مقدمات ناجحة ولكن في الحقيقة هي فاشلة النجاحات المتصورة في أغلب الأحيان هي فشل ولكن لا ندركها أنها فشل وبالعكس الفشل الذي يحصل لدى الإنسان هو في الحقيقة نجاح وأفضل أنواع النجاح لكن للإنسان كل العقلاء يعتبروا هذا فشل هذه من الأمور التي تشوه الحقيقة من أهم عوامل التي تشوه الحقيقة هذا الأمر النجاح والفشل هذا العنوانان التي أكثر العناوين تأثيرا وجدلا لدى الإنسان الإنسان يريد أن يكون ناجح مثلا فد واحد مثلا كون تجارة ببعض الطرق تمكن أنه ينجح في هذه التجارة تعتبر هذه الطريقة أسوأ للآخرين مع أنه هناك عوامل خارج عن هذه الطريقة أدت إلى هذا النجاح عوامل وقتية صدفية زمانية مكانية العوامل تدخل ولكن هذه العوامل غير محسوسة تجعل من عمل فاشل جدا عملا أقلائيا ناجح القرآن الكريم يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم ما من أدوات العموم يعني كل فشل يحققه الإنسان يجب أن لا يأسى عليه لأنه هذا ليس فشل نعم فشل في الانطباع وليس فشلا في الحقيقة الفشل في الحقيقة هو النجاحات التي الإنسان يوصلها في الحياة هذا هو الفشل لذا يقول ولا تفرحوا بما آتاكم آتاكم يعني أعطاكم مو بما آتاكم مش اللي يوصلكم لا الشيء الذي يعطيه يعطيه الله تبارك وتعالي لا تفرح ليش لا أفرح ليش يعني العقل يحكم أنه إنسان يفرح هذا قانون ضد العقل هذا جايبين الحقيقة الواقعية كل النجاحات في الحياة في أفضل الفروض أنها تتسبب غطرسة تتسبب غرور تتسبب كبرياء تتسبب حتى لو كانت هذه النجاحات عطاء إلهي بنص القرآن الكريم هذا في أفضل الفروض إذا ما تكون ضلالة مطلقة النجاحات مضللة أكثر شيء يضلل الإنسان في الحياة النجاحات أو شنو النجاحات دائما شوفوا هذا الإنسان اللي دارس مثلا صاير عالم هذا اللي بالتجارة صاير ناجح تسعين بالمية إذا ما أقول كل الموارد النجاحات تقوم على التلاعبات على إغفال الآخرين ولو لا يكون بالمعنى الازدرائي لهذه العناوين مو إلا تلاعب حرام مو بالضرورة يكون تلاعب حرام بس كل النجاحات اللي تحصل في الحياة تنهض على شنو على إغفال الآخرين على التلاعب بالمفاهيم الاقتصاد شوفوا كل تلاعب كل تلاعب ممكن ما يكون إغراء بالجهل أما تلاعب يسوي سيل مثلا الشركات تسوي هذه الأشياء هذا هو كل تلاعب السعر مو هالشكل هم السعر يصعدوه ولكن بعديا حتى يغرون الناس بالشراء يجون ينزلوه نعم هذا يمكن ما يكون حرام لأنه بالنتجة أنت عندك عقل بعقلك أنت بكل اختيارك تجي بس هذا تلاعب بالقيم بالأسعار تصير ثروات هائلة من وراء هذه التلاعبات هذه في أفضل الفروض أن النجاحات أغلبها تقوم على شنو على تلاعبات في الحياة وبالعكس الفشل الإنسان لمن يفشل الفشل حقيقة صناعة البركات الفشل بس بشرط واحد بس بشرط واحد عندما الله تبارك وتعالى لا يجعل جهدك ناجحا هذا بركة الله وعندما الله تبارك وتعالى بالعكس يتفضل عليك يجعل جهدك ناتجا هذا الله تبارك وتعالى هذا مو شيء يستدعي الفرح لازم الإنسان يشكر على كل عطاء الله بس هذه كارثة من الله عليك عندما ينجح الإنسان شوف أهم شيء في الحياة الغرور الكبرياء الأنفة الغطرسة النجاح يمد هذه المفاهيم امداد رهيب الإنسان الذي ينجح في تجارة أو ينجح في دوام أو في جهد أو سعي يحاول مثلاً يكون موظف مثلاً في مجال مهم ثم يتوفق تناله رحمة الله هو هذا ما يجيب أخيراً يجيب الغفلة أقل شيء يجيب الغفلة الغفلة أكبر كارثة على الإنسان الإنسان الذي يغفل من الآخرة يغفل من الله تبارك وتعالى أقراركم كم آية هذه الآيات خمسطعش آية حقيقة عجيبة في قضية ما دار بين الله تبارك وتعالى وإبليس في سور متعددة أكون من جملة هذه الآيات في سورة الحجر شوفوا الآيات شوفوا النجاح شنو سوى العطاء المفضل الإلهي شنو حولت خلقته من نار خلقتني من نار وخلقته من طين النار شراقي الطين شي ردي ومو طين يا ريت طين أسوأ أنواع الطين الإنسان مخلوق منه خلق أغراركم الآية في سورة الحجر تبدأ الآيات من آية 26 ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون شوفوا ثلاث مقومات رداء أو ضحالة صلصال الطين الخايس اللي بيه ريحة روحوا شوفوا تابعوا الإنسان صلصال الطين اللي بيه جيفة من حمأ الحمأ هو الطين الأسود المنتن روحوا شوفوا الله كان يريد يختبر إبليس إبليس فد واحد مو صعب إختباره إبليس هذا خمسين ألف سنة عبد الله تبارك وتعالى في عبادة واحدة كان يريد يطلع ما في أعماق نيته شنو سوى خلق خلق خلقنا المسنون مسنون مسنون يعني متغير متقلب يعني اللونه يشق الحين وبعدين اللونه يتغير ريحة تتغير طريقته لأنه لزج من طين لازب في آية ثانية فالطين لزوجه بيه رائحة كريهة اللون منظر مؤوادم شوف شنو يريد يطلع أعماق نية إبليس ما تطلع أعماق بها السهولة خلق فد شي موجود رديء للغاية بعدين قال للإبليس اسجد لهذا موجود الرديء اسجد تخبر إبليس العطاء الإلهي بالنسبة إبليس أنه نشأة نشأة جدا راقية نار السموم نار السموم يعني النار التي تنفذ في مسامات الأشياء النار نافذة نار مخلوق راقي خلقنا أقرأ الآيات شوفوا وين وصلت هذه النجاحات وذاك الفشل وين وصل أنه لازم هذا المورد الناجح يسجد لهذا المورد الذي غاية في الفشل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمع مسنون والجان هذا جان هذا إبليس الجان في الروايات لاحظوا التفاسير والجان خلقناه من قبل من قبل آدمها إلى سابق اتفاقا هذا الموجود السابق لازم يركع ويسجد لهذا الموجود الجديد الضحل والجان خلقناه من نار من قبله من نار السموم انتهت تبدأ المعركة المعركة كيف تبدأ وإذ قال ربك للملائكة أني شوفوا العبارات هي الله يكررها وإذ قال ربك للملائكة أني خالق بشرا من صلصال من حمع مسنون شوفوا دي يحفز حتى يعصي دي يحفز دي يقول أنا خالق شي رديع جدا فإذا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين هو دي يقول لهم صلصال حمع مسنون بش أنا إذا سويته نفقت فيه من روحي لازم تسجد له فسجد شوفوا يعني فاء فورية الملائكة فسجد الملائكة كلهم أجمعون يعني في لحظة واحدة مو واحد سجد والثاني بعدين سجد لا مجموعا فورا الفائم تفيد الفورية تحقق أمر إلهي إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين أبا قال يا إبليس قال يعني الله يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ المسنون شوفوا العبارة نفسها الرداء يجيبها لم أكن ما أسجد قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك لمن المنظرين إنك من المنظرين إلى وقت يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال فقال بما أغويتني قال بما أغويتني شوفوا إغواء شوفوا العملية عملية تسببت أن هذا إبليس المعدن الراقي ماله يؤدي إلى هذه الضحالة قال بما أغويتني لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال يعني رب العالمين هذا صراط علي مستقيم المفسرين روح أجمعوا علي ممعقول علي يعني الصراط علي الصراط إلي هذا ممعقول أصلا هذا بكل المعايير الأدبية ممعقول الصراط على الإنسان مستقيم ما هو علي لازم يصير إلي مستقيم في التفاصيل وارد صراط علي مستقيم صلى الله صلى الله محمد وارد محمد وعند شوفوا هذه الكارثة كيف حصلت من المعدن الراقي عندما الإنسان عنده نجاح عنده فضل يمتاز عن الآخرين هو هذا يولد في الإنسان غطرة هذا أبسط الأمور يحصل فيه لو كان الإنسان أعبد العابدين مثل إبليس لو كان الإنسان أعلم العالمين إن كان للعلم دون التقى شرف يعني شرفون لكان أشرف خلق الله إبليس هذا أكبر عالم هذا المعدن المراقي ما يفيد علم يدري هذا الله وشنون أصلاً يقدر يحكي يا الله الشكل بسنون يقول للأله بما أغويتني الله شم سوي بيك شم سوي فيك حقيقة هذه عبرة هائلة للإنسان نحن خلنا نتعلم أول شي أول شي أول شي وآخر شي بس لنتكبر فيها هذه حتى إذا أنت بالغت في التواضع ما يروح منك شي أقلاً أهم شي في آيات أخرى إنه ليس لك أن تتكبر فيها الله في القرآن قال يخاطب إبليس ما يصير أنت تتكبر في هذا الدنيا عوامل التكبر شنو؟ عوامل الغرور عوامل الانفعالية التعاظمية يسموها شنو؟ هي النجاحات النجاحات موشي زيان حقيقي كل نجاح من دون الإنسان يتمكن أنه حقيقة الإنسان لا يتمكن يسيطر على نفسه لا شعورياً يصيب الفرح الله يقول له لا تفرحوا أخي الفرح أمر لا إرادي لاحظوا فإذن مرة الله يقول لا تروح تتصرف تصرف على كل مختال فخور أما الفرح على ش يسوي إذا حصلت على نعمة كبيرة لا إرادياً أفرح الله يقول لا تفرحوا بما آتاكم شوفوا الآيات إن الله لا يحب الفرحين أنا ش يسوي إذا إنسان يحصل على ذرية مثلاً أو مال أو جاه أو احترام أو أي نعمة إلهية يفرح بعض شي يسوي وعطاء الله الله يقول حتى له عطائي النجاحات في الحقيقة فشل امتحان اختبار خطير الله لا يجيب لنا اختبار ما نردنا اختبار من يقدر يطلع أبليس على عظمته عالم أكبر عالم كان ومتقي كان أكثر الملائكة تقوى وعبادة كان ما تسوي هاي اختبارات الله خطيرة نعم الله خطيرة من يقدر والإنسان إذا فشل ثم ماذا ما صار يرشي يقدر الإنسان عنده قدرة هائلة على شنو على استعادة الظروف بل يفد مصيبة أكو في الفشل فقط واحدة وهو فقدان الأمل بس هذا أنت دير بالك لا تفقد أملك الله أكو تقدر أنت أنت عندك قدرة إعجازية على شنو التعافي يسموه تعافي هسه تعافي جسمي أو تعافي اجتماعي أو تعافي سياسي عندك قدرة مهما الإنسان يسقط من درجات سحيقة أخيرا يقدر يرجع إلى مستوى وأحسن من القبل يصيب بس أنت لا تفقد أملك لا تفقد ثقتك بنفسك النجاحات فتشي زيان بها وهو تعطي الثقة بالذات الثقة بالذات من عوامل المبادرة والإقدام زيان لا ينكر نحن لا نستطيع أن ننكر هذا الشي بس هي هذه عمل خطير الثقة بالذات جدا قرينة بالغرور والكبرياء والغرور والكبرياء أرد شيء ممكن يحصل لدى الإنسان حقيقة أكثر شيء يردي بالإنسان هو الغرور والكبرياء الكبرياء هذه صفة الله الإنسان لازم يتواضع في دعاء كوميل وشنوه وفي جميع الأحوال متواضعة اجعلني يعني شنوه يعني أنا ما قدر أصير متواضع إلهي أنت خليني متواضع واجعلني اجعلني يعني شنوه يعني هذا مو إرادة هذا هذا يحتاج جعل إلهي في جميع إشلون الله يخلي الإنسان متواضع الله يخلي الإنسان ممكن الإنسان بالنجاحات بالعطاءات الإلهي يصير متواضع أحسن طريقة لتواضع الإنسان هي الفشل فشل لما الإنسان في كل أبعاد الحياة فاشل أقل شنوه صاير هسا ذاك اللي ناجح شم سوي هذا كل ناجح إحنا ندري هذا الشي نجاحاتنا في على كل حال في فوائدها تنفعنا إحنا هسا نجاحاتنا متى أفادت المجتمع متى نجاحاتنا إيسا يمكن تنفع المجتمع إجمالا الله في القرآن يقول في سورة قاف كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص زرفوا العالم نقبوه في البلاد أخيرا شنو هذول الناجحين في الحياة راحوا من هاي الدنيا شنو هذا اللي مثلا خطيب كبير هذا اللي عالم كبير ثم ماذا شنو صاروا فنقبوا في البلاد هل من محيص هل من محيص يعني قدروا يحوصون ما قدروا يسوون شي نقب وزوروا في العالم بس ما قدر يحقق شي بعدين الله يقول إن في ذلك لذكرى حقيقة آية عجيبة إن في ذلك لذكرى فالتنبيه كبير لذكرى لا من التأكيد وذكرى نكره يعني هذا فالتنبيه آل شوف السابقين ما لك هذا هذول اللي كانوا نجوم في الحياة هذول اللي حققوا إنجازاتها كبيرة وين هم الآن وين اسمهم بس يمكن اسمه موجود بس شنو صار أخيرا شنو هس إحنا إذا قلبنا الدنيا كلها أخيرا شنو أخيرا هذا الوجه لازم يصافح التراب لازم يصافح التراب ويوم اللي يصافح التراب بعد خلاص الاسم من يبقى إذا لم يذكر يذكر هي الشكل عابر الله دينبه إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إذا واحد صدق واعي يدرك النجاحات كلها فشل في الحياة ويدرك أن الفشل مهما كان الإنسان إذا حقق فشل في كل أبعاد الحياة هذا نوع ما ناجح هذا ناجح أقل شيء أنه يعيش الحياة لاحظوا إحنا عادة بالقياسات عدنا مشكلة في القياسات الله في القرآن يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات إذا تشوف واحد صاعد للسماء وأنا بالحضيظ هذا الله يقول أنا سويته نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليش ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجبعون فتش آخر اسمه رحمة الله فس احنا شنو فرق انا كل حياتي قضيتها مثلا ترف ورفاهية واموال وتجارة واغائية وعنوان والناس يقدروني يعشتها في زاوية من زوايا الحياة ما حد يحترمني ليتخذ بعضهم بعضا سخرية اصلا يستهزئ بي او يسخرني ثم ماذا شنو الفرق اخيرا لازم انسان يروح من هاي الدنيا لو انا خمسين سنة كنت في تعاسى من الحياة ثم ماذا انا ما خسران شي اخيرا لازم نموت وذاك اللي لف الحياة كلها بخيرات وبركات رب العالمين ذاك شنو محصي الله يقول حقيقة واحد يتأمل احنا حقيقة في الحياة ما مسوين شي مهما سوينا ما محقيقين شي هذا انتباه مهم ان في ذلك لذكرى اقل شي من حيث المعرفة لتنحاز الى النجاحات الانحيازات المعرفية من ارض انواع التشوهات المعرفية علميا انت اقبل صدق هذا الامر انه اذا تكالبت عليك الدنيا شوفوا الانبياء كلهم 124 الف نبي من منهم كان حال تزيينه كلهم مسعوقين استثناءهم واحد فقط وهو سليمان 124 الف كانوا يموتون من الجوع هذولا اشرف خلق الله الله شبيه ويا انبياء ليش تتخلاهم رسول الله صلى الله عليه وآله كل حياة قضاها بالفقر والجوع كل حياة هذا اشرف اولين والاخرين الله ليش تتخلاه وبعدين يروح من الدنيا امعاء متمزقة من هذا هاي الامعاء اللي محشورة في حياته امير الممين يقول لقد عاش خميصا ومات سليما سليما يعني مسموم بعدين يقول فلينظر ناظرا بعقله شوف بعقلك اكرم الله بذلك محمدا ام اهانه فان قيل اهانه فذلك كفر والله العظيم الله يهي النبي اشرف الاولين خب شوف تريد تقول يا امير الممين شوف العبارة والله هذي دوي اتجنن اصلا وان قيل اكرمه فليعلم ان الله قد اهان غيره حيث بسط له الدنيا نص كلام امير الممين شوف منه الله مرتب الامور قدامه الامور مرتبة بسط له الدنيا اموره مرتبة الله مهين ذاك انا والله اذا هاي عبارة امير الممين ما كانت ما تجرى اقول هذا الكلام كل انسان وضع مرتب الله مهين كلام اميره هاي معادلة امير الممين عليه الصلاة والسلام 124 الف نبي كلهم فقراء مسحوقين لا حول لهم ولا قوة مساكين مخلوب عليهم يذبحهم كما يذبح الكبش امير الممين عليه الصلاة والسلام كتب رسالة الى معاوية اعلم يا معاوية ان زكريا نبي الله نشر بالمنشار وان يحيا ذبح كما يذبح الكبش ليش لهوان الدنيا على الله كلام امير الممين شوف العبارة الله ليش خل انبياء هاي الشكل الدنيا ما تسوي اسأل انسان في هذه الدنيا اذا صار مثل الانبياء هذا نجاح هذا اكبر نجاح حقيقة الفشل انت اسعى لاحظوا في تنبيه كلش بسيط هذا حديثي ما اريد الانسان ينكفع على ذاته فاذا الانسان ليش يروح يسعى لازم هذا احنا مأمورين بسعيك روح يسعى هذا مو تحفيز على الانكفاع على الذات هذا مو تبرير للناس اللي ما عندهم غيرة اصلا في الحياة هذا مو تبرير انا ما اريد اصحح شغلات يوم مثلا الانسان مثلا تصدر منها فوات مثلا او ما عنده غيرة حمية في الحياة فيكون فاشل انا ما اريد اقول هذا الشي انا أريد اتحدث عن حقيقة الفشل نعم الفشل بعض منابع ومناشئ الفشل منابع الله تبارك وتعالى لا يرتضيها مو روح انكفع على ذاتك انقلب كله ناموا شسموا بعدين اطلع فاشل لا هذا مو صحيح حديثنا ليس ببعض المناشئ بعض المناشئ في الفشل تكون رديئة والنتيجة تكون رديئة النتيجة تابعة للمقدمات ولكن اذا الانسان ادى واجبة حقيقة سعى ما نجح لازم يعرف هذا فضل عظيم اله عليه الانبياء اخيرا شنو هي الامم ما قدروا عليهم وما ارسلنا من رسول الا قال مترفوها انا بما جئتم به كافرون خلاص مترفوها شوف هذا اللي تنعم عليه الله تبارك وتعالى هذا قانون الحياة من افضل الامور التي يدركها الانسان في الحياة ان معاكسات الحياة التي بالنتيجة تؤدي الانسان انه ما يحصل على بعض الاهداف التي يسعى اليها هذا رحمة الهية كبيرة اقل شي انه تخلي الانسان ما يصيب تكبر احنا مستحيل مو احنا ابليس زل في هذه الامتحانات احنا بطريق او لا مستحيل يدخل فينا العجوب والعجوب كارثة امير المؤمنين يقول شوف العبارة حقيقة رهيبة يقول سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك حسنة سبحان الله معقول شوف ناجل بلاغ سيئة انسان يذنب الذنب ولكن في قرارة نفسه ما مرتاح هاي احسن مما يروح يسوي فتخ خير عظيم ويفرح مو يفرح يعني مثلا يصير بغرور هو هذا مو العجوب حتى مو العجوب لا حتى هو انه الانسان يقول بالنتيجة انا قدرت ليش سيئة مثلا اقابلها بحسنة هو هذا ممطو اقروا الحديث شوفوا الامام الصادق في الكافي الشريف ان رجل ان رجلا في بني اسرائيل عبد الله اربعين سنة ثم قرب قربانا في بني اسرائيل قانون كان يريدون يشوفون انه هذه العبادة مقبولة في سابق هذا في قرآن يقول اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر في ابني آدم هذا اربعين سنة ما خلى ليلة واحدة ما نام فيها واربعين سنة يوم واحد ما اكل كل صوم هذا في الكافي رواية معتبرة الامام الصادق يقول صلوات الله عليه عبد الله اربعين سنة ثم قرب قربانا فلم يتقبل منه يعني شنو كان عادة يخلوني القربان على مرتفع اذا نزلت صاعقة واحرقته معناتها انه شنو العمل مقبول هذا قانونهم اما اذا خاصت الذبيحة معناتها ان الله مقابل خلى ذبع ذبيحة شاف خاصة شنو صار كل اشداخ اربعين سنة كل راح ضاع المام الصادق يقول فأنب نفسه كل انت يا نفس النفس رديء بعد نفس رديء ليش الله ما قبل مني انت يا نفس انت رديئة من صوتي جنتي ما اتيت ما اتيت الشي اللي نازل براسي كل صوتي جنتي فأوحى الله نص الحديث هذا من عباد بني اسرائيل عباد بني اسرائيل كان عيارهم عيار انبياء عباد بني اسرائيل الرواية تقول هل شكل فأوحى الله تأنيب نفسك خير من عبادتك اربعين سنة تأنيب تأنيب فشل هاي عبادة فأش اللي كانت هذا الفشل جلب لشنو ازدراء داخلي استخفاف بنفسك تأنيب نص الحديث هذا الانسان بعض وقات شوف الحديث الاخر عن ابي الحسن عليه السلام المام مستوى الجحفر هذا الحديث ما قربه قربانا الحديث الاخر الكافي بسند صحيح عن ابي عبد الله عليه السلام ان رجلا شوفوا العبارة لا يذنب الذنب فيندم عليه ويعمل العمل فيسره ذلك فيتراه عن حالته تلك لما عنده ذنب عنده داخليا حالة انزعاج بعدين يسوف عمل خير فتلك الحالة لن نعمل خير يتراخ مدروح عنه يعني تصير خفيفة يتراخ فيتراخ عنه ذلك لاحظوا عن حاله تلك فلئن يكون على حاله تلك خير مما دخل فيه على تلك الحالة افضل مما هاي الحالة اللي تراخي خليك على الانسان عندما يفرح حتى اذا كان فرح بعمل خير الله يقول بلي الفرح فقط وفقط في مكان واحد حتى اذا سوت يعني شنو اجفد واحد فقير انطعته فلوس لا تفرح خليه شما افرح هو فقير هذا يمكن هذا الفقير فلوسك يجي له يصرفه في حرام يمكن يبطر يروح يهف راجد بوجه زوجته مثلا ما تدري انت شنو حتى لو سوت عمل خير الفرح فقط مورد واحد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحون يعني غصبا عليهم يفرحون فضل الله شنو قال عليه السلام رواية متواترة الفضل الالهي محمد صلى الله عليه وسلم والرحمة الالهي علي يعني اذا سوت عمل خير لتفرح بالعمل الخير مهما كان عظيم بل قل شكرا يا موالية انتو سببتو الخير انا افرح بيكم اللي عدي مولا مثلكم ايه نعم هذا عدل هذا عدل والباقي مو صحيح حتى لو كان تشوفه زين ما تدري انت شنو هذا عملك شنو اداءة اصلا يمكن وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه يمكن جاي انت تتفرض حالة بالشغل هذا يمكن اكوفت شيء اهم من هذا وانت جاي تستعمل من انشغل بالمهم ضيع الاهم مو معلوم حتى العمل الخير مو معلوم شنو نعم دائما الانسان يقول الحمد لله ادنا موالي يهدون ان شاء الله يكون هذا عمل الخير مقبول لديهم هذا الفرح فقط صحيح واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر